لا يمكن للإعاقة أن تكون حاجزاً أمام الإبداع والنجاح لا سيما إذا توفرت البيئة المناسبة التي تذلل الصعاب وتساعد على تحدي الظروف والعقبات طه علي شاب من محافظة وسط مصاب بمتلازمة داون احترف التصوير ليحصل على ستة ألقاب وجوائز محلية ودولية طه علي مصور من ذوي الاحتياجات الخاصة من مواليد 2000 هو من ذوي الاحتياجات الخاصة من تلازمة داون موهوب التصوير الفوتوغرافي حاصل على الجوائز والمداليات المحلية ودولية أقام العديد من المعارض الشخصية لم تثني النظرة النمطية لذوي الاحتياجات الخاصة طه عن إثبات مهاراته في التصوير وبراعته في توثيق مشاهداته ورؤيته للحياة من حوله عبر فن الصورة الفوتوغرافية أحب دهنة أحب صور أحب ماء أحب لمس أحب خلوب أحب السفينة الناس أحبوني ويجعل صورة حلوة حول طه شغفه بفن التصوير الاحتراف ليقيم 22 معرضا شخصيا إضافة إلى 45 مشاركة محلية وتسعة عشرة مشاركة دولية طه شارك بالعديد من المعارض الدولية والمسابقات الدولية والمحلية وحصل على جوائز كثيرة وألقاب وله عضويات في جمعيات ومنظمات تختص بهذا المجال استطاع طه أن يضرب مثالا حيا على تحقيق النجاح بالإصرار والعزيمة بينما قدمت أسرته نموذجا للطريقة التي ينبغي التعامل بها مع المصابين بمتلازمة داون وكيفية استثمار طاقاتهم عبر دعمهم وتشجيعهم ترجمة نانسي قنقر